هنا ترحل العائلات مجبرة فلا يجمعها مكان واحد كما مضى في تجمع القبون البدوي شمال شرق رمالة تعطل ميزان العدل في الأرض فأضحى خرابا كما حال العائلات البدوية التي نزحت تحت تهديد المستوطنين المتطرفين وكذلك الجيش الإسرائي فهنا قاموا الصلاة الأخيرة لا سقف فوقهم سوى السماء في أرض عاشوا فيها أكثر من عشرين عاما وحياتهم دائما على صفيح ساخن وعيونهم حمروا الدلائل مهما كتموا فقد حاربوا النوم للحفاظ على أنفسهم من المستوطنين ومن مشرق فلسطين إلى مغربها تستمر حركة النزوح للتجمعات البدوية منهم من يحظى بتعطية إعلامية ومنهم من ينزح بصمت إذ أن أحلام الفلسطينيين البدو لن تتحقق على المدى القريب وربما لن تتحقق أبدا فثمت الكثير من المحددات الجغرافية والسياسية التي تشكل عقبة أمام تحقيق الجيل الشاب من البدو لأحلامه بصحراء يرتحلون فيها ومنذ مطلع العام 2023 قمنا برصد وتوثيق ما يزيد على 600 انتهاك بحق التجمعات البدوية حتى تاريخها وأيضا قمنا برصد وتوثيق ما يزيد على 150 انتهاك بحق الأطفال والطفولة والمدارس في التجمعات البدوية نحن نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة ولن يفتح العام الدراسي في مدرسة رأس التين في تجمع القبون فالعائلة نزحت وبقي ذاك المستوطن يتمدد أصولا للإستلاء على منطقة ستكون مسجلة باسم محتل عدله مختل في أرض السلام يتهم الفلسطينيون إسرائيل بأنها منحت للمستوطنين مهمة إرهاب التجمعات البدوية فحركة النزوح فعليا مستمرة تلجاو إسرائيل لإخلاء التجمعات البدوية والضغط عليهم وفقا لسلم أولويات حددته المشاريع الاستيطانية كل ذلك يأتي للاستلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية منتجمع القبون البدوي ضياح الشيال غد شرقي رام الله